تعالوا لنرى ماذا فعل الفيروس الذي لا يرى بصاحبة الجلالة فرغم حاجة الناس الماسة إلى وسائل الإعلام وفي مقدمتها الصحف المطبوعة للتعرف على تطورات انتشار كورونا إلا أن الخسائر التي باتت تتكبدها الصحف دفعتها للتوقف عن الصدور ورقيا وأمام تفاقم خسائرها المالية اضطرت بعض الصحف إلى تقليل ساعات العمل تسريح بعض الصحفيين والعاملين وفي بعض الحالات تم إغلاقها بالكامل ومن أهم ما فاقم خسائر الصحف الورقية تظهر سوق الإعلانات وهو ما أدى إلى انخفاض الإنفاق عليها بشكل كبير لكن الضربة القوية التي طلقتها الصحافة الورقية تزامنت مع إجراءات منع طباعتها وتداولها بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمكنه أن يبقى لساعات طويلة على الأسطح بما في ذلك الورق وعلى الرغم من تشكيك البعض في كون الورق وسيلة غير خطيرة في نقل فيروس كورونا فإن عدداً كبيراً من الصحف والمجلات العالمية أوقفت الطباعة كإجراء احترازية لكنها عوضت ذلك بالإصدار الإلكتروني الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من جانب الجمهور وضاعف حجم الاشتراكات الرقمية لهذه الصحف هذا الأمر دفع إدارات بعض الصحف إلى التوجه نحو الاستمرار في الصدور إلكترونياً والتوقف نهائياً عن الطبع والتوزيع حتى بعد انتهاء الجائحة فالصحافة الرقمية ابتعدت بالقارئ عن مخاطر الإصابة بعدوى كورونا كما قدمت له مواد خبرية وتحليلية آنية ومتنوعة وأينما كانت ترجمة نانسي قنقر